السيل كاونتر السيل كاونتر بيشتغلك الآتي هو عبارة عن جهاز أعمى ما يشوفش هذا الجهاز الأعمى عنده قدرة لو جبت له كرة تنس مضرب يمسكها ويتحسسها يقول هذه كرة تنس مضرب أو تنس طاولة لو جبت له كرة تنس ميدان يمسكها ويتحسسها وهو أعمى يقول هذه كرة تنس ميدان لو جبت له كرة قدم يتحسسها ويقول هذه كرة قدم فعنده القدرة هذا الجهاز هذا الجهاز عنده القدرة أنه يعمل كاونتنج الخلايا معتمدا على الصائز السؤال بنترح هل هناك فرق بين الباكت سولفوليوم والهيماتوكريت ولا لا سؤال بنترح حقيقة وسؤال هذا فيه لغة لا بس فيه لغة عند كثير من الناس هل الام سي اتش هذا ريسبونسبول للهايبوكروميك تعالوا نناقش هذا الموضوع صح زملاءنا الأطباء أنهم حقيقة هي يستخدموا هذه الطريقة لأنها وهذه الطريقة لا تشتغل إلا بقضية جهاز الليزر ليش هناك أطباء مهمة إذا أريد أن يخفق عليها لأسف شديد من الأطباء التي نرى أنه عندما يأتي الريبورد كذا لما يأتي واحد ويأتي مثلا ويأتي مثلا ويأتي مثلا ويأتي مثلا هي التي عالية يروح يقول لنا كذا يقول لنا في التقرير أنه هذا الخطأ الشائع الأول الخطأ الشائع الثاني أنه إذا إنكريز في التوتر دابانيو بي سي ومثلا إنكريز في واحد من الكمبونت من الخمسة اللي هو النتروفيل يجيوه وقول لنا كذا يقول لنا أنها نعمل الملخص العام الآن يعني الشخص ده عنده تعال روح نشوف الـ بي سي تي بالمنطق ما دام طلع الـ بي سي آر دي كريز مئة في المئة طيب جميل طلع الـ بي دي دابليو نورمال فما دام بليتلس واطية والـ بي في واطي وبالتأكيد ما دام الـ بي في واطي معناها الـ بي سي آر واطي وكمان نورمال بي دي دابليو ذي بالتأكيد حنشوف الـ بي سي تي البي سي تي حيطلع كمان دي كريز ذي أكيد بون مارو ديفكت